اشتركوا في القناة سنتعلم اليوم في هذا الدرس كتابة الكسور العشرية في صورة كسور اعتيادية الكسر الاعتيادي اخذنا تعريفه سابقا هو الكسر الذي عدد بسطه اصغر دائما من عدد مقامه هنا ثلاثة على اربعة هذا كسر الاعتيادي يتكون من بسط ومن مقام البسط اصغر من المقام كيف نكتب الكسر العشري اربعة من عشرة في صورة كسر اعتيادي هذا ما سوف نتعلمه اليوم في درس كتابة الكسور العشرية في صورة كسور اعتيادية فهيا بنا الى هذا الدرس الممتع كتابة الكسور العشرية في صورة كسور اعتيادية تعالوا بنا ناخد هذا المثال لتعرف على طريقة كتابة الكسور العشرية في صورة كسور اعتيادية هنا هذا المثال اكتب الكسر العشري ستة من عشرة في صورة كسر اعتيادية في ابسط صورة اول خطوة نقوم بها حدد القيمة المنزلية لاخر منزل عشرية لاحظوا هنا جزء من عشرة لاحظوا العدد ستة هنا في الاعشار بالتالي يكون المقام هنا عشرة اذا كتبنا الكسر العشري هنا في صورة كسر اعتيادية مقامه اخر منزلة للكسر العشري ستة من عشرة وتقرأ ستة عشار الآن الخطوة التالية نقوم بتبسيط هذا الكسر اذا بسط الكسر بقسمة كل من البسط والمقام على القاسم المشترك الاكبر لهما وهو العدد اثنان اذا نقسم البسط والمقام على اثنان ستة قسمة اثنان فيها الثلاثة وعشر قسمة اثنان فيها الخمسة بالتالي حصلنا على الكسر الاعتيادي ثلاثة على خمسة اذا استطعنا ان نكتب الكسر العشري ستة من عشرة في صورة في صورة كسر الاعتيادي ليعطيني ثلاثة على خمسة تعالوا بنا ناخد هذا التدريب ونفكر في الحل معا اكتب الكسر العشري خمسة واربعون من مئة في صورة كسر الاعتيادي في ابسط صورة لاحظوا هنا المنزلة الاخيرة في الكسر العشري هي الجزء من مئة لاحظوا هنا جزء من عشرة وهنا جزء من مئة اذا نكتب الان هذا الكسر مقامه مئة لان اخر منزلة هنا في الكسر العشري هي الجزء من مئة جزء من عشرة جزء من مئة بالتالي يكون مقامه 100 هنا ثم نكتب 45 في البسط إذن 45 من 100 الآن نريد أن نبسط هذا الكسر نقوم بالقسمة على القاسم المشترك الأكبر للعددين 45 و 100 وهو العدد 5 إذن هيا بنا نقسم البسط والمقام على القاسم المشترك الأكبر الـ 5 45 قسمة 5 و 100 هنا في المقام قسمة 5 إذن 45 قسمة 5 فيها التسعة و 100 قسمة 5 فيها العشرون إذن حصلنا على الكسر الاعتيادي 9 على 20 إذن أحسنتم أعزائي الطلاب استطعتم أن تحولون الكسر العشري 45 من 100 إلى كسر الاعتيادي 9 على 20 أحسنتم كتابة الكسر العشرية في صورة أعداد كسرية تعالوا بنا ناخد هذا المثال أكتب الكسر العشري 24 و 65 من 100 في صورة كسر الاعتيادي في أبسط صورة نلاحظ هنا 24 و 65 من 100 هنا الجزء الذي يسار الفاصلة هو عدد كلي بينما يمين الفاصلة جزء من 10 وجزء من 100 لاحظوا كتبنا العدد الكل هنا ثم كتبنا في المقام 100 لأن آخر منزل هنا في الجزء العشري جزء من 10 وجزء من 100 هنا و كتبنا في البصد 65 إذن 65 من 100 حصلنا الآن على عدد كسري يتكون من عدد كلي و من جزء كسري هنا الآن نقوم بتبسيط الجزء الكسري هنا 65 على 100 نقوم بتبسيطها الآن و ذلك بقسمتها على العدد 5 وهو القاسم المشترك الأكبر إذن 65 قسمة 5 فيها 13 و 100 قسمة 5 فيها العشرون بالتالي حصلنا على العدد الكسي 24 وتسعة من 20 لاحظوا هنا العدد الكلي لم يتغير تعالوا بنا نحل هذا التدريب و نفكر في الحل معا نحتاج إلى 9 و 85 مئة لترات من الحليب تقريبا لإنتاج كيلو جرام واحد من الجبن أكتب كمية الحليب في صورة عدد كسري في أبسط صورة إذن سنكتب هذا الكسر في أبسط صورة لاحظوا هنا 85 على 100 وهنا العدد الكلي 9 هنا كتبنا المقام 100 لأن هنا 85 من 100 جزء من 10 وجزء من 100 وبالتالي المقام هنا 100 بعد ذلك نقوم بتبسيط البسط والمقام في أبسط صورة و ذلك بقسمة البسط والمقام على القاسم المشترك الأكبر وهو العدد 5 عندما نقسم 85 على 5 فيها 17 و 100 قسمة 5 فيها 20 وبالتالي حصلنا على العدد الكسري 9 و 17 من 20 إذن كتبنا كمية الحليف في صورة عدد كسري في أبسط صورة أحسنتم مع عزائي الطلاب تعالوا بنا نأخذ هذا التدريب أكتب الكسر العشري 375 من ألف في صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة تعالوا بنا لاحظوا 375 هنا هذا الجدول جدول المنازل جزء من عشرة جزء من مئة جزء من ألف بالتالي المقام هنا يكون ألف إذن 375 كتبناها في صورة كسر تكوّن من بسط ومقام الخطوة التالية نقوم بالقسم على القاسم المشترك الأكبر لتبسيط هذا الكسر إذن القاسم المشترك الأكبر هنا هو 125 ثلاثمية وخمسة وعشرون ثلاثمية وخمسة وسبعون قسمة 125 فيها الثلاثة وألف قسمة 125 فيها الثمانية وبالتالي حصلنا على الكسر الاعتيادي ثلاثة على ثمانية أحسنتم أعزائي الطلاب تعالوا بنا نأخذ هذا التقويم أكتب الكسور العشرية الآتية في صورة كسور اعتيادية في أبسط صورة الخطوة الأولى لاحظوا هنا نقرأ ثمانية من عشرة الآن حددنا القيمة المنزلية لآخر منزلة عشرية إذن هنا جزء من عشرة بالتالي المقام يكون عشرة إذن ثمانية من عشرة بعد ذلك نبسط البسط والمقام على القاسم المشترك الأكبر هنا قسمنا على الاثنان في البسط والمقام ثمانية قسمة اثنان فيها الأربعة وعشرة قسمة اثنان فيها الخمسة إذن حصلنا على الكسر الاعتيادي أربعة على خمسة في أبسط صورة نأخذ أيضا مثال ثمانية وعشرون من مئة القيمة المنزلية هي الجوز من مئة إذن نكتب في المقام هنا مئة ثمانية وعشرون على مئة الآن نبسط البسط والمقام حتى نستطيع نكتب هذا الكسر العشري في صورة كسر الاعتيادي إذن سوف نقسم الآن على القاسم المشترك الأكبر وهو العدد أربعة لاحظوا ثمانية وعشرون قسمة أربعة فيها السبعة مئة تقسيم أربعة فيها الخمسة وعشرون إذن ثمانية وعشرون من مئة كتبناها في صورة كسر الاعتيادي أعطاني سبعة من خمسة وعشرون أو سبعة على خمسة وعشرون الآن ناخد هذا الكسر العشري مئة وخمسة وعشرون من ألف ونكتب ونكتب في صورة كسر اعتيادي أولا ننظر إلى المنزلة العشرية جزء من عشرة جزء من مئة جزء من ألف إذن الجزء من ألف وبالتالي نكتب مئة وخمسة وعشرون على ألف في صورة كسر اعتيادي الآن نبسط هذا الكسر وذلك بقسمة البسط والمقام على العدد خمسة وعشرون وهو القاسم المشترك الأكبر للعددين قسمنا مئة وخمسة وعشرون على خمسة وعشرون فيها الخمسة وألف مقسوما على خمسة وعشرون يعطيني أربعون هنا إلى الخمسة على أربعون أيضا نريد أن نبسط خمسة على العدد أربعون سنقسم خمسة بالتالي خمسة قسمة خمسة فيها الواحد وأربعون مقسوم على الخمسة يعطيني الثمانية وبالتالي حصلنا على الكسر الاعتيادي في أبسط صورة واحد على ثمانية إذن الكسر العشر مئة وخمسة وعشرون من ألف عندما نكتب في صورة كسر الاعتيادي في أبسط صورة يعطيني واحد على ثمانية ما نتعلمنا اليوم تعلمنا اليوم في هذا الدرس طريقة كتابة الكسور العشرية في صورة كسور اعتيادية وقلنا لكتابة الكسور العشرية في صورة كسر اعتيادي نقوم بالخطوات التالية الخطوة الأولى حجد القيمة المنزلية لآخر منزل عشرية لاحظوا هنا هذا كسر العشري 45 من 100 الآن نريد أن نحدد القيمة المنزلية لاحظوا هنا جزء من عشرة وجزء من 100 إذن آخر منزلة هنا هي الجزء من 100 بالتالي سنكتب هذا الكسر العشري في صورة كسر اعتيادي إذن الخطوة التالية أكتب الكسر العشري في صورة كسر اعتيادي لاحظوا هنا 45 من 100 كتبناها في صورة كسر اعتيادي مقامه هنا 100 لأن آخر منزل عشرية هنا هي الجزء من 100 وكتبنا في البصد 45 الآن ننظر إلى هذا الكسر هل هو في أبسط صورة إذن الكسر الاعتيادي هنا ليس في أبسط صورة ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى الخطوة الثالثة الخطوة الثالثة بسط الكسر عند الحاجة حتى تحصل على بسط ومقام في أبسط صورة لاحظوا هنا 45 على 100 نبسطها وذلك بالقسمة على القاسب المشترك الأكبر وهو الخمسة إذن بسطنا هذا الكسر بقسمة البسط والمقام على القاسب المشترك الأكبر وهو الخمسة تعالوا بنا 45 قسمة 5 يعطيني 9 في البسط المقام 100 مقسوما على العدد 5 يعطيني هنا 20 إذن حصلنا على الكسر 9 على 20 وهو في أبسط صورة إذن قمنا بكتابة الكسر العشري 45 من 100 في صورة كسر اعتيادي وهو 9 على 20 لا ننسى الخطوات ونتذكرها جيدا حدث القيمة المنزلية اكتب الكسر العشري في صورة كسر اعتيادي ثم بسط الكسر عند الحاجة شكرا لكم عزيزي الطلاب ونلتقي في درس قادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة